اشتركوا في القناة تم ترشيحه بعد معالجة مسحوق العينة كخطوة اولية قبل اذابتها في الماء الملكي اما هذا الراسب الاسود في الغطاء فهو ناتج اختبار لما يحتويه المحلول من معادن ثمينة ارجو منكم الانتباه والتركيز جيدا ولا تندم على ما قد خسرته او اذا صادفتك مثل هذه الرواسب بل ركز على ما سيقال في هذا الفيديو اهم خطأ والذي اعتقد ان اغلب المنقبين والعاملين في استخراج الذهب والمعادن الثمينة يقعون فيه لا سيما اذا كان الشخص مبتدئا او لا توجد لديه خلفية كيميائية واسعة هو التخلص من المحلول بعد معالجة مسحوق العينة بحمض النيتريكي والتسخين ويكتفي بالبحث عن الذهب فقط ولا يعلم ان المحلول الذي تخلص منه يحمل معدنين مهمين وهما الفضة والبلاديوم في هذا الفيديو المختصر سوف نصحح لك هذا الخطأ ونعطيك بعض التعليمات الهمة لاحظ جيدا لكي تجري هذا الاختبار على مسحوق العينة ينبغي اولا معالجته بحمض الهايدروكلوريكي مع التسخين لمدة نصف ساعة ثم التخلص من المحلول وغسل العينة وبعدها ايضا ما تبقى من الركازة يعالج باضافة حمض الكيبريتيكي المركز وينبغي ان تفهم جيدا انه يجب ان تبدأ عملية المعالجة بحمض الهايدروكلوريك وليس حمض الكيبريتيك واجعل تسلسل معالجة مسحوق العينة كالتالي اولا حمض الهايدروكلوريك ثم حمض الكيبريتيك ثم حمض النيتريك بحيث يكون حمض الكيبريتيك مرحلة وسطى تفصل بين النيتريكي والهايدروكلوريك وذلك لمنع تكون الماء الملكي اذا تبقت اثار من محلول حمض الهايدروكلوريك وهناك سبب اخر سيتم توضيحه في فيديو مفصل عن طريقة الاستخلاص بالماء الملكي قريبا في الايام القادمة على العموم هذا الاختبار لن يأخذ منك اي وقت او يتسبب في خسارة بالمواد الكيميائية فقط بعد معالجة العينة باستخدام حمض النيتريك والتسخين لمدة نصف ساعة قم بترشيح المحلول جيدا اما الركازة المتبقية فاحتفظ بها لاذابتها في الماء الملكي المهم في هذا الفيديو هو اننا سنركز الشرح على اختبار ما اذا كانت العينة تحتوي على البلاديوم او الفضة قم بترشيح محلول النيتريك الناتج عن معالجة العينة جيدا تماما مثل هذا المحلول الذي تراه معي وهو لاحدى العينات التي تم معالجتها بالنيتريك والتسخين ولاحظ ان الراسب الاسود الذي تراه في هذا الغطاء هو راسب من محلول النيتريك للعينة ولكن كما ذكرت ينبغي ان تكون الركازة قد علجت مسبقا بحمض الهايدروكلوريك والكيبريتيك والتسخين في كل مرحلة لاحظ ان الراسب الاسود عبارة عن اكاسيدا ناتجة عن اضافة هيدروكسيد السوديوم الى المحلول ويحتمل ان لا يخرج عن احتمالين اما ان يكون راسبا للفضة او للبلاديوم في الخام او قد يكون لكليهما معا في العينة لذلك ايها الاحباب الكرام كل ما عليك هو ان تقوم باضافة بعض من قشور هيدروكسيد السوديوم الى المحلول الذي تم ترشيحه بعد معالجة العينة بحمض النيتريك واستمر في الاضافة حتى يحدث الترسيب قد تلاحظ اختفاء الراسب نتيجة عدم اكتمال التعادل بين الحمض والقاعدة ويمكن رفع الاسي الهايدروجيني PH للمحلول الى ستة عبر اضافة قشور هيدروكسيد السوديوم وعندها يبدأ الترسيب ولاحظ اذا تكون راسب اسود ثقيل نفس هذا الذي تشاهدونه فهذا دليل قاطع لا يقبل الجدل على وجود اما اكسيد الفضة او اكسيد البلاديوم او كليهما وعندها ضع في رأسك فكرة وجود الفضة او البلاديوم في العينة وافرح قليلا واستبشر بالخير ولا تنسى الدعاء لنا بالخير فقد تؤجر ولك بالمثل ما دعوت او حمض الهايدروجلوريك في محلول النيتريك المرشح عندها سيتكون راسب ابيض دليل على وجود الفضة نتيجة تكون كلوريد الفضة اقول لك نعم فكرتك صحيحة ولكن بهذه الطريقة لا يمكن الكشف عن البلاديوم في العينة لان اضافة الملح او حمض الهايدروجلوريك سينتج عنه تكوين كلوريد البلاديوم وهو اساسا ذائب في المحلول واذا كان متواجدا بكمية كبيرة ستلاحظ صفرارا برتقاليا باهتا للمحلول ولكنها تجربة كشف مشكوك فيها لذلك فان اضافة القليل من قشور هيدروكسيد السوديوم المعروفة بالصود الكاوي ستقوم بتشكيل راسب اسود اذا تواجد كل من الفضة والبلاديوم في العينة ولكن سؤال اخر قد يسأله البعض كيف اميز اذا كان الراسب للفضة او للبلاديوم او افصل بينهما اقول لكم سؤال في غاية الذكاء والدقة فقط كن بترشيح الراسب وغسله جيدا ثم اضفه الى الكأس واضف اليه حمض الهايدروجلوريك المركز وركز في الاحتمالات المهمة الاتية اولا اذا ذاب الراسب ولم يتكون اي راسب ابيض فاعلم ان الراسب الاسود هو اكسيد البلاديوم فقط والبلاديوم فقط هو الموجود في العينة ثانيا اذا ذاب الراسب وتكونت كمية قليلة من الراسب الابيض مقارنة بكمية الراسب الاسود قبل اضافة حمض الهايدروجلوريك المركز فاعلم ان الراسب الابيض هو كلريد الفضة وان جزءا من الراسب الاسود قد ذاب نتيجة تكوين كلريد البلاديوم وهكذا تستطيع الاستنتاج ان البلاديوم والفضة موجودان معا في العينة ثالثا اذا ذاب الراسب الاسود وتكون راسب ابيض تقترب كميته من نفس كمية الراسب الاسود فاعلم ان الراسب الاسود يعود الى الفضة فقط وربما يوجد بلاديوم ولكن بكمية قليلة والان كيف نستطيع الفصل بين الفضة والبلاديوم اتابع الخطوات التالية يعالج الراسب الاسود بحمض الهايدروجلوريك المركز مع التسخين قليلا لذا الفضة سوف تتكون على شكل راسب ابيض وهو كلوريد الفضة لذلك قم بترشيح المحلول والمحلول المرشح هو كلوريد البلاديوم بينما الفضة تم ترسيبها على شكل كلوريد الفضة الان محلول كلوريد البلاديوم يتم اضافة حمض الفورميك مع قليل من كلوريد الامونيوم لترسيبه او استخدام معدن نشط للترسيب بينما كلوريد الفضة يذاب فيما بعد في حمض الهايدروجلوريك المركز وتضاف اليه كمية قليلة من بدرة الزينك او ساق من الحديد لتحويل الفضة من كلوريد الفضة الى شكل راسب فضة معدني ثم اتبع عملية الترشيح واغسل الرواسب جيدا بالماء الساخن اكثر من خمس مرات ثم الصهر للحصول على معدن الفضة او البلاديوم وان شاء الله تعالى سوف نشرح بشكل عملي ومفصل هذه الخطوات في فيديو يوضح الطريقة العملية للفهم والتطبيق وان شاء الله تكون هذه المعلومات مفيدة للجميع للاستفادة منها عند الحاجة نراكم في فيديو اخر عما قريب نستودعكم الله مجموعة الحلول الكيميائية دليلك الكيميائي في التعلم واو اشتركوا في القناة